فقدت الأسرة الطبية الكويتية أحد أبرز الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال الغدد الصمى وذلك برحيل البروفيسور الدكتور كمال الشومر إلى جوار ربه بعد صراع مع المرض ونعى وزير الصحة الدكتور باسل الصباح البروفيسور كمال قائلا خالص العزاء وعظيم المواسات لأسرة الزميل العزيز الأستاذ الدكتور كمال الشومر سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويعد البروفيسور كمال من الكفاءات الكويتية البارزة والمتميزة في مجال الغدد الصمى ويعمل استشاريا ورئيس وحدة الغدد الصمى بمستشفى مبارك الكبير وزميل الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والكلية الأمريكية لأمراض الغدد الصمى وقد كان للراحل مدخلة مع برنامج مسائي على شاشة الراي العام الماضي أقب حصوله على تكريم دولي شرف كبير وأول شيء أن يكون التكريم لك وانت موجود في دولة الكويت من دولة من منظمة عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية شعور يعني لا يوظف الشعور الثاني الأكبر والأهم والأقوى أن رئيس الدولة يكرمك ويقول لك كلام أنتوا وعيالنا أنتوا وساحمتوا في دولة الكويت وإحنا راح نساعدكم يعني لما قابلت صاحب السمو أمير الكويت كلام من ذهب من قائد الإنسانية على الرغم من انشغاله في أمور جديدة جديدة جدا لكن ما يغفل عن وصورة هذه بعتج معك بولي العهد وكذلك سمو ولي العهد كان لكلام جميل جدا وقال على مدى السنين الماضية نسمع ونسمع في الدولة الفلانية ولكن الآن نسمع الكثير من الأطباء والمميزين في دولة الكويت وهذا حقيقة شرف للكويت